رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يأكد في كلامه على أن الدولة بتستهدف الفترة الجاية أنها تحسن مناخ الاستثمار وكمان يكون فيه وضوح ورؤية للمناخ الاقتصادي والاستثماري في الدولة كمان رئيس مجلس الوزراء قال إنه حيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 الوثيقة بتشمل تيسيرات ملحوظة لجذب الاستثمارات يجي بقى الشيء المهم جداً اللي أنا عايز أثيره وهو إن إحنا مستهدفين الفترة الجاية إزاي نحسن من مناخ الاستثمار ويبقى هناك وضوح ورؤية واضحة جداً للمسار الاقتصادي للدولة وده الحقيقة يمكن اللي إحنا اشتغلنا عليه مع المجموعة الاقتصادية والمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية النهاردة السيد وزير المالية ودي بناء على توجهات سياسة الرئيس لازم تكون هناك سياسة ضريبية واضحة هتعلم بتفاصيلها بالكامل في خلال الفترة القادمة حيتم عرضها على فخامة الرئيس لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية هدف هذه السياسة إن إحنا نحل بيها كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بصورة جزرية إن يحصل تيسير كامل لإجراءات الضريبة وإزاي إنها بتتحسب للمستثمرين المستثمرين دايماً اللي بنقعد معهم بيقولوا إحنا ما عندناش اعتراض على قيمة الضريبة اللي موجودة لكن على إسلوب التطبيق وعندنا دايماً تحدي في إزاي مصلحة الضرائب بتحسب الضرائب وهو ده التحديات والمنازعات اللي بتتم فاللي حيحصل وحيتم إعلانه إن شاء الله في خلال شهر على الأكثر سياسة كاملة لهذا الموضوع بتحل المنازعات السابقة وأيضاً بتضع إسلوب مبسط وواضح وشفاف لكل المستثمرين ولكل القطاع الخاص للتوجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة القادمة كلها للعشرة والخمستاشر سنة القادمين عشان أي مستثمر عايز يدخل النهاردة جوه مصر يبقى عارف كويس كيف سيعامل ضريبياً وكيفية وأليات حساب الضريبة للدولة المصرية كل ده إن شاء الله حنعلنه بالتفصيل بمجرد ما بينتهي والسيد وزير المالية من عرضه وإن شاء الله حيبقى حتى هذا الكلام يعني حيطرح بصورة كبيرة جداً أنا بتكلم هنا على وثيقة للسياسات الضريبية لحتى عشرين تلاتين حنترحوا برضو على رجال الأعمال علشان يبقوا شايفينه بوضوح ولو عندهم أي ملاحظات حنبقى بناخدها بالاعتبار بحيث يبدأ التطبيق في هذا الشأن